هنتقل مع حضراتكم لموضوع من الموضوعات المفرحة بصراحة وده يمكن بالتفصيل كشف عنه الجهاز المركزي للتعباء العامة والأحصاء لهو موضوع الغاز في مصر بالنسبة للوردات في سنوات قبل كده كنا منستورد قدية غاز ام تحصل اكتفاء ذاتي بدأنا نصدر بقدية في تقرير نشر الجهاز المركزي للتعباء العامة والأحصاء كشف فيه عن انخفاض قيمة واردات مش الغاز بقى احنا بنتكلم هنا كمان على المنتجات البترولية بصفة عامة انه انخفض بنسبة الوردات منها بنسبة 23.4% خلال العام الماضي 2019 وحصل ارتفاع ايضا في المقابل في قيمة الصادرات البترولية بنسبة 4.5% يعني 4.5% خلال عام 2019 فيه ارقام كتير كانت موجودة في هذا البيانة اللي صدر النهاردة بخصوص قطاع البترول، الواردات، اصاد الصادرات، الميزان التجاري في هذا الاطار ويمكن كل الارقام دي حضرتكم اتبعوها في التقرير المعلوماتي التالي ترجمة نانسي قنقر ملتك بوقفة تصريح وهو اتبعوها في القيمة فو متراهة في التقرير المعارضة ويغفو، بخصوص قطاع البترول اشتركوا في القناة قطاع البترول بالصفة عاما هنمسك من قطاع البترول قطاع الغاز بس عشان عايز برضو حضراتكم تبقوا معنا في الصورة تشوفوا الانجاز اللي تتحقق في هذا القطاع من دولة مصر اللي كانت تستورد غاز بحجم كبير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير أيضا وده هنستعرضه مع حضراتكم في الرسوم البيانية التالية اللي هبقى لحضراتكم هذه الرحلة بشكل واضح لو بدأت مع حضراتكم بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي بالمليار أدم مكعب هنيجي نبدأ من مرحلة 2011-2012 فهذه الفترة كان فيه استهلاك وبالتالي كان فيه استيراد بيتم ولكن في 2011 بدأ العدد التنازلي خلينا نقول للاستهلاك حجم الاستهلاك بدأ يقل لأسباب كتير جدا بعد طبعا أحداث 2011 في مصانع توقفت الاستثمار الأجنبي قل عدد المصانع الجديدة قلت وبالتالي لو حضراتكم بصيتوا على هذا الرسم البياني التالي هيطلع قدام حضراتكم دلوقتي هنلاقي إنه في 2011-2012 منتكلم على إنه انتاج الغاز الطبيعي في مصر كان بيقدر بستة مليار أدم مكعب هذا الانتاج الاستهلاك بدأ يقل مع انتاج بدأ يقل زي ما حضراتكم شايفين بقى بدأ انتاجنا من الغاز يتقلس ليه؟ الاستهلاك معدلات الاستهلاكة لسه ما قلتش بدرجة كبيرة بس أصاد إنه حجم الانتاج ما كانش اختلف كتير لحد ما نقطة التحول بالنسبة لنا كانت فيه 2015 باكتشاف حق ظهر حق ظهر مع بدء اكتشافه زي ما حضراتكم شايفين هنا معدلات الانتاج كانت منخفضة بدأ الارتفاع التدريجي لمعدلات الانتاج ولكن السؤال بديه جدا ممكن أي حد يسأله إنه طيب احنا بنتكلم دلوقتي على حق ظهر اللي منقول إنه حق ظخم جدا وبالتالي لما بني نبص على 2018-2019 السنة المالية لأن احنا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بس احنا بنتكلم على 6 و 3 من 10 يعني ما اختلفتش كتير من 2011-2012 ولكن يجب أن نضع فيه الاعتبار إنه هنا مع اكتشاف حق ظهر كانت الانطلاقة انطلاقة رحلة المشروعات محطات كهرباء مشروعات قومية كبيرة وبالتالي الاستهلاكنا من الغاز زاد وبالتالي مع زيادة الاستهلاك وزيادة الانتاج وصلنا إلى هذا الرقم بس يجب أن نضع فيه الاعتبار إنه لو كان حجم الاستهلاك في السنة المالية 2018-2019 هو نفس حجم الاستهلاك في السنة المالية 2011-2012 الـ 6 و 3 من 10 دي كانت ممكن توصل لـ 9 و 10 مليار أدم مكعب كمان إنما حجم الاستهلاك زاد الحمد لله حجم الانتاج زاد فوصلنا لمرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2019 طيب تعالوا برضو نشوف بعض الأرقام الخاصة بحق الظهر لأنه هنا لو قلنا أنه مرحلة الاكتشاف كانت في 2015 إنما هنلاقي المنحنى الصعودي اللي حصل لحجم تطور الانتاج حصل الاكتشاف ثم بعد ذلك بدأ الانتاج زي ما حضراتكم شايفين مليار أدم مكعب ثم مليار و 7 من 10 ثم 2 مليار و 7 من 10 النهاردة وصلين تقريبا لـ 3 مليار أدم مكعب من إنتاج حق الظهر ودي أرقام بتباين لحضراتكم حجم الاستثمارات اللي حصلت 2 و 7 من 10 مليار أدم مكعب يوميا ده الإنتاج الحالي بس نحن بنتكلم على أنه إن شاء الله يمكن نكون وصلنا بالفعل في الوقت الراهن إلى إنتاجنا الحالي اليومي حوالي 3 مليار أدم مكعب 3 مليار أدم مكعب الإنتاج بنهاية 2019 زي ما بقول لحضراتكم ده اللي وصلنا له في نهاية 2019 وهو الإنتاج في الوقت الراهن طبعا زي ما حضراتكم معرفين وبنذكر أن حجم الاحتياطي اللي موجود في حق الظهر يقدر بحوالي 30 تريليون أدم مكعب ربنا يزيد ويبارك يا رب يبقى في اكتشافات أكتر الفترة اللي جاية فنلاقي الأرقام كمان بتختلف من حيث انتاجنا من الغاز وبالتالي يعظم من حجم صادرتنا لو جينا بصينا على التقرير أو الرسم البياني التالي اللي بيبين لحضراتكم حجم الواردات كنا بنستورد قد دي هنا دي المرحلة الصفرية من صادرتنا أو الواردات عفوا من الغاز ليه؟ لأنه لحد هنا كان الاستهلاك قل من 2011 ل2014 حالة خمول اقتصادية مصانع متوقفة ضخ استثمارات جديدة ما كانش فيه وبالتالي حجم الاستهلاك ما كانش كبير إنما لما بدأ حجم الاستهلاك يزيد هنا كان فيه حاجة للإستيراد عشان نسد الفجوة بدأنا الاستيراد حصل اكتشاف حقل ظهر كان لسه ما بدأش الانتاج وبالتالي وصلنا إلى أعلى معدلات الاستيراد في عامي 2016 و2017 بحوالي 10 مليار أدم مكعب ثم بعد بدأ تضفق الغاز من حقل ظهر والحمد لله حصل المنحنة النزولي الشديد ده زي ما حضرتكم يشايفين فيه 2018 وصولا إلى مرحلة الصفر مرة أخرى في 2019 بس الصفر في 2019 مختلف عن الصفر بتاع 2014 صفر 2019 احنا بنتكلم على استهلاك في مقابل إنتاج عالي 2014 صفر بيار مزئلة حجم استهلاك أقل بسبب زي ما قلت لحضراتكم الوعكة الاقتصادية اللي كانت موجودة حتى هذا الحين طيب نترجم ده بالأرقام نترجم ده بالأرقام العشرة مليار أدم مكعب دول كانوا بيكلفونا قد إيه؟ كانوا بيكلفونا في السنة حوالي من 2.5 إلى 3 مليار دولار يعني من 2.5 إلى 3 مليار دولار الرقم ده بقنا بنوفره دلوقتي في هذه الميزانية ميزانية 18-19 أو 19-20 عشان أكون أدق ده أول رقم مهم لازم نضع فيه الاعتبار النهاردة كمان الأرقام الصادرة من جهات المصرية بتقول إنه حجم صادراتنا من الغاز قد إيه؟ بنتكلم على في حدود الواحد واثنين من عشرة مليار دولار ده قيمة مالية نحط الواحد واثنين من عشرة مليار دولار على هناخد الحد الأدنى اللي كنا بندفعه تقريباً اللي هو 2.5 مليار دولار يعني بنتكلم على الإجمالي 3.7 مليار دولار يترجموا كم دول بالمصري؟ يعني بنتكلم في حدود من 60 إلى 64 مليار جنيه ما بين اللي وفرناه وما بين العائد من الصادرات طبعاً نهيكم عن فكرة القيمة المالية إنما الشيء المهم جداً أيضاً هو فكرة التدفقات الدولارية حجم الدولار اللي كان بيطلع كبير 2.3 من عشرة أو 2.5 لحد 3 مليار دولار فده توقف في مقابل إنه كمان بقى فيه وارد دولاري بصادراتنا من الغاز كل ده أنا بكلم حضراتكم على قطاع واحد فقط قطاع الغاز ده إلى جانب طبعاً قطاع النفط أهم المحطات بالنسبة لموضوع الغاز يمكن هنلاقيها حضراتكم فيه هذا الجدول التالي سنة 67 مصر تحقق أول كشف أو اكتشاف من الغاز الطبيعي سنة 76 يعني بعدها بتسع سنوات تشغيل أول مصنع يعمل بالغاز الطبيعي سنة 81 توصيل الغاز المنزلي لأول مرة إلى الوحدات السكنية سنة 2003 أول شحنة غاز مسال مصصية مصدرة إلى الخارج شوفوا ده من 2003 لو ما كانتش حصلت الأحداث اللي حصلت في مصر على مدار الفترة الماضية من 2011 يمكن ما كانش حصل باللغة الإنجليزية drop اللي حصل في موضوع في قطاع الغاز في هذه الفترة ولكن الحمد لله على كل شيء 2015 أول شحنة غاز مسال أجنبية تستوردها مصر من الخارج لأنه الاستهلاك كان عالي في مقابل أنه انتاجنا كان لسه مش قوي ولكن في نفس السنة دي حصل اكتشاف حقل ظهر ثم بدأ انتاج حقل ظهر نيجي نقفز إلى 2018 أولى خطوات تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقر القاهرة في نفس العام تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز في أواخر العام أواخر 2018 ولللة عظم في 2019 بالإضافة إلى أنه في 2019 تم استقناف تصدير الغاز إلى الأردن بعد توقف دم لسنوات في نفس العام التصديق على اتفاقات تدشين خط أنبيب بين مصر وقبرص بهدف الإسالة في أتكو وضميات ثم أعادت التصدير إلى أوروبا من خلال قبرص نفس العام أيضاً 2019 تم تحقيق الميزان التجاري البترولي المصري فائد لأول مرة منذ ست سنوات وفي نفس العام أيضاً وأردات الغاز من الخارج تصل إلى الصفر وده اللي شرحنا لحضراتكم في الجدول منذ قليل مع إنعقاد منتدى غاز شرق المتوسط كمان في 2020 أبدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا رغبة الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط ده اللي حاصل في قطاع الغاز حتى يومنا هذا وبإذن الله ربنا يكرمنا وفي 2020 يبقى فيه مزيد من الاكتشافات في الغاز ويقامنا النفط يا رب إن شاء الله